أدنت مصر الهجوم الإرهابي الذي وقع على قاعدة عسكرية تشادية واقع بجزيرة بركيرم بولاية بحيرة تشاد وأصفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وذكرت وزارة الخارجية أن مصر تعرب عن كامل تضامنها وتعازيها للحكومة والشعب التشادي وأسر الضحايا في هذا الظرف الأليم متمنية الشفاء العاجل للمصابين وتؤكد مصر إدانتها لكافة الأعمال الإرهابية التي تهدد أمنى واستقرار منطقة السحل